مرحبا، أخيراً المعاينة اللي الكل بستنهوا، أولهم أنا، معاينة رام HyperX Predator RGB كتير الناس سألوني عن التيشرت كنت لابسها بكمبيتكس 2018، منهم هالتيشرت، كلها مقدمة من ملبس، شوفوا موقعهم الإلكتروني ملبس دوت جو أو أي فرع من فروعهم، كله المعلومات موجودة بصندوق الوصف نروح مباشرة للأنبوكسنج أو فتح الصندوق، كما نرى هي DDR4 ميموري، تردد 2933 ميجا هيرتز، أربع حبات، كل واحدة 8 جيجا بايت، وتدعم RGB والرام مبينة هيك من ويندو أو نافذ الشفافة من الباكيت نفسه، كما نرى التغريف ليس عنيف ولا غريب، هيك شوية بايسيك ومرتب، كما نتعودين من HyperX من ورا في شوية معلومات عن الكفالة وعن الرام نفسها، منلجو هانا ما فيه أي شي خطير، بس لوجو HyperX وشوية هيك غرافيكس خلينا نفتح الصندوق ونشوف شو اللي راح يلاقينا، عادة تغريف الرام ما فيه أي شي خطير، أول شي ما نشوفه هي الستيكس أو حبات الرام اللي هي أربع حبات بصندوقين مختلفين وبين معنا اللوغو الأساسي لهايبر اكس من الأمام من ورا لستيكر، اللي هو بتكون عليه معلومات الرام من ناحية التردد أو سرعة وأي معلومات ثانية من ناحية التصنيع هاي الرام نفسها، الهيت سبريدر أو مشتت الحرارة اللي عليها شكله جميل وبسيط، زي ما حكيت ما فيه فزلكات كتير اللي هو الشكل اللي المتعودين عليه من HyperX Predator، ولكن مع إضافة RGB أو الإضاءة اللي جاية من الأعلى طبعاً الإضاءة ما بتيجي هيك مية بالمية على كل الجوانب، ولكن تيجي من الجنب شوي ومن فوق مع شوية فواصل معدنية بينها رح نحكي عنها كمان شوي لما نحكي عن الشكل، في عندنا لوجو Predator على الشمال وDDR4، على اليمين عفواً وDDR4 تيجي على الجهة الشمال، أنا ماسك الرام بالعكس وعشان هيك اختلطت معي اليمين والشمال الإشي الأخير اللي ممكن نحكي عنه اللي هو الـ IR Sensor أو الحساس تبع الأشعة تحت الحمراء اللي بيساعدنا نعمل سنك ما بين إضاءة الأربع حبات مع بعض، هاي نظرة أقرب عليها تيجي بلونين الأسود والـ Gun Metal أو اللون الرصاصي لطيف وما في حركات زيادة زي ما حكيت فبتناسب جميع الـ Setups على ما أعتقد هاي إضاءة الـ RGB، أنا حاسة صراحة جميلة وهادية الكسرات أو الفرزات اللي جاي اللي بتعمل زي حركات مع الـ RGB جميلة شوي مش زي مصنعين الرامات الآخرين اللي بعطونا هيك كله RGB فالوضع شوي مختلف خلينا نشوف تقنية الـ IR Sensor ببساطة شديدة في اتصال ما بين الأربع حبات عن طريق الأشعة تحت الحمراء عشان نعمل سنك للإضاءة بينهم إذا منحط حاجز اللي راح تختلف، لاحظوا كيف الحبتين اللي على اليمين إضاءتهم اختلفت عن الحبتين اللي على الشمال، فـ HyperX بيحكوا إنها بتعطي نتيجة أفضل للسنك ما بين الأربع حبات راح نناقشها بنهاية الفيديو إذا عن جد مفيدة ولا لا من ناحية الـ Aura Sync أو إنه الرامات بتدعم نتحكم فيها عن طريقة سوفتوير سبعة الماثربورد بـ Gigabyte و MSI ما في مشاكل ولكن لحد الآن مش كل بوردات ASUS بتدعم شوفوا كيف كرت الكرت اللي راكب الإضاءة تبعته جاي غير مع أنه بنعملها من السيتب مدعومة على فكرة بعدد من الإضاءات مش كل الإضاءات فإذا بدكوا تشوفوا تشتروا هاي الرام مع ماثربورد ASUS راعوا إنه تكون الماثربورد تدعم طبعا بعد هالفيديو أكيد راح ينزل سوفتوير يكون محدث ويدعم ولكن لحد الآن ما فيه فـ Gigabyte و MSI أموركم تمام ASUS مش كل الماثربورد إضاءة الـ RGB مرة ثاني بحكي لاحظوا كيف من الطرف أنا عجبتني الطريقة اللي ساحلة هيك الإضاءة عليها جميلة صراحة زائد الفرزات اللي حكيت عنها عاملة حركة جميلة بدون إشي زيادة عن اللزوم فأنا معجب بشكل الـ RGB حطوا داربسوز على جنب أنا شخصيا معجب فيها حكينا عن الجماليات والشكل خلينا نحكي عن أداءه والأشي الأهم زي ما بحكي دائما عن رامات HyperX تدعم كل شيء خلينا نحكي 99% عشان أكون دقيق سواء كانت لوحات أو معالجات أنا أخذتها خطوة للأمام أكثر وعملت كسر سرعة لمعالج Threadripper 1920x ولوحة لثريد ريبر برضو اللي هي X399 وهذا الموضوع الصعب كثير اللي فيكو حاول يجربه هاي المعلومات من برنامج CPUC طال عندكو على الشاشة بالنسبة للوحة والمعالج وإعدادات الرام نفسها وصلتها لسرعة 3400 و 66 ميجا هرتز وهيني بدأ أفوت على البيوس والأرجيكو الإعدادات مباشرة زي ما احنا شايفين السعة 32 جيجا بايت وتردد 3400 و 66 ميجا هرتز على معالج 1920x ما بلشتم المعالج فقط بالرام هاي إعدادات DOCP اللي هي من ASUS مشابهة للXMP 2933 ميجا هرتز وقبل نفس التايمينغ ولكني أنا رفعتها لـ DDR4 3466 والفولتية لـ 1.36 مازلتها كثير يعني مش هالفرق حتى التايمينغ أو التوقيت طبع الرام زي ما أنتو شايفين 15 17 17 39 و باقي الأشياء حطيتها Auto مابلش تبقى شي تاني زي ما أنتو شايفين هاي الفاليوز وأول إشي ممكن تعملوه عشان تتأكدوا أنه أمور الرام تمام بتفوتوا على Windows Memory Diagnosis تست حصلنا 2380 نقطة وإذا بتتذكروا بالفحص اللي عملنا على رامات G-Skill حصلنا 2297 نقطة راجعوا الفيديو عشان تشوفوا المواصفات ففي عنا تقدم تقريباً 85 نقطة بالعملية اللي عملناها طبعاً هالموضوع رح تحسوا بصناعة المحتوى مش في الألعاب وهونا رح نيجي للخلاصة الإيجابيات والسلبيات تبعة الرام ليش مننصحكم بكت زي هيك أنا شخصياً كمد كتير معجب فيها أولاً لأنه رامات HyperX compatible أو متوافقة مع معظم مصنعير اللوحات والمعالجات الإشي الثاني أنه الـ RGB اللي فيها سطل وهادي مش سيئ كتير زائد شكل الرام شوي جميل الإشي الثالث أنه بعد تردد معين وهو بعد 2933 ميجا هيرتز بصفي الفرق الأداء مقابل السعر مش خطير جداً يعني نحكي عن 3-4 فريمات خمسة فريمات بالألعاب مش أكثر ممكن يأثر بصناعة المحتوى ولكن ساعتها بتكون تدفعوا فعشان هيك ننصحكم برام زي هيك بالنسبة للسلبيات أول إشي أنه مش متوافقة مع معظم لوحات ASUS هذا الموضوع صراحة بتهيئ لي من الأورا سينك تبع ASUS لازم يحسنوا لأنه أصلاً الرام متوافق مع لوحات جيجا بايت و MSI الشغل الثاني اللي ممكن أعتبرها إيجابية أو سلبية أنا شخصين بعني مش متأكد منها لهي تقنية IR Sync تبعة الرامات أنا لحد الآن صدقاً ما أشوفت رامات تعمل Off Sync مع بعض دايماً الرامات بشوفها شغالة مع بعض فعندي تشكيك بهاي التقنية وشو مدى فايدتها فعلياً للسينك بين الرامات ولكن هي تقنية جميلة ممكن تكون موجودة بالرام يعني بتقدر تحكي أنه عندي هاتتقنية صراحة مش مدفعينك حقها الجماعة ولكن حاطينها وهو إشي كول طبعاً الرامة توفر بأكثر من ساعة ممكن أن تخذوا حبتين أو أربع حبات بساعات مختلفة فما في أي مشكلة ما مشيت لكم على إضاءات الـ RGB ونوعها الـ Static والـ Breathing والـ Cycle خلص صارت أي أشياء قديمة يعني أنتم شايفين الإفاكت تبع الـ RGB وبتعرفوا لحدكم إذا كان ممتاز ولا لا زاد الأشياء الثاني يكون لها مفروغ منها أنه بتقدروا تعملوا Cycle واختلافات بالألوان فأموركم تمام آخر نقطة بحب أحكيها بتهيئة اللي هي أهم نقطة أنه هاي الرامات عليها Dai من Hynix اللي هي نوع الشيب تبعت الرامل عليها من شركة Hynix وليس من سامسونج معظم الناس وبالأغلب كلامهم صح أنه السامسونج Dai بتعمل أوفر تلوكينج أو كسر سرعة أفضل من الـ Hynix ولكن أنا بهالفيديو أثبتلكوا أنه رامات Hynix برضه بتعمل أوفر تلوكينج وكسر سرعة بطريقة ممتازة وصلنا لـ 3466 ميجا هرتز على لوحة AMD وهذا الموضوع الحد اللي وصلنا له هو من حد المادر بورد نفسها لأنه أكثر من 3400 كل الناس شوفوا أي يوتيوبر حتى لو كان أجنبي ومحترف ما وصل لسرعة أعلى من هيك على إنتل أنا متأكد راح نوصل أعلى من هيك عشان هيك هاي الرامات راح أحطها إن شاء الله على تست بنش تبع القناة عندنا في استوديو الأردن وكل بنشمارك راح نعملو راح نعملو على هاي الرامات وإن شاء الله راح أوصل لترددات أعلى سواء كانت على إنتل ولا على AMD مستقبلا فالإشي اللي بدأ أضيفه بالخلاصة أنه لا تحكم على رام قبل ما تجربوها لا تحكم أنه هاي سامسونج أو هاينيكس قبل ما تتأكدوا من أدائها العالي صح طلعت سمعة ما بحكي إنها سمعة غلط على تشيب ست سامسونج ولكن رامات هاينيكس برضو إلها ميزاتها أولا الكمفاتيبليتي اللي هي التوافقية مع معظم المصنعين الإشي الثاني إنه هي بتعمل أوفركلوكينج فإذا أنت مش محتاج لقيم عالية من أوفركلوكين زي الناس اللي بحطو لك عن نيتروجين ووصل ل5000 فهو خيار كويس إليك ما تخلي الناس أو آراء الناس الأكستريم أو الأشياء العالية جدا تأثر على رأيك شكرا لكم عن المتابعة كالعادة إذا عجبكم الفيديو عملوا للايك عجبكم كثير عملوا لشير ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكوا أي فيديوها جديدة مننا إذا عندكم أي أسئلة لملاحظات أو اقترحات حطوها بالتعليقات أو تواصلوا معنا على أي شركة من شبكات تواصل اجتماعي اسمنا عليها كلها هو كامبوتر موجودة بوصف الفيديو و بوصف القناة كمان نشوفك فيديو ثاني إن شاء الله تحية كبيرة جدا مني مض و من دارك سولز سلام